استاذ دعاء. السلام عليكم دكتور عبد. عليكم السلام حكاتي استاذ دعاء. عندي لحضرتك سؤالين بعد ازمك. اتفضلي. انا والدي كتوز واحدة وبعدين اتجاوز والديتي. طيب. ودلوقتي والدي عنده بتين. كتب الاخوات التانيين وهم وغدين ومستفدين بكل حاجة. كتبوا ليهم بيع وشرة? بيع وشرة ومستفدين وقعدين وبياخدوا اجار وكل حاجة. طيب والدك مازال موجود الحمد لله. على قيد الحياة على تيد الحياة تسعة وتمانين سنة. طيب. ودلوقتي احنا عندنا بيت تاني. والدي قاعد مع نا احنا بقى. يعني مش قاعد مع اخواتي التانيين قاعد معنا. طيب فين السؤال? السؤال دلوقتي يا شيخ ان هو دلوقتي البيت اللي احنا عاديين فيه هو اولد بياخد يعني انا متجوزة واخدتوا كلهم متجوزين والبيت مقضر. هو بياخد اجار وبياخد كل حاجة وبدناش حاجة. مش كده يبقى حرام عليه ان هو ظلم نحنا. احنا جاوب بجناء السؤال الاولان. السؤال الثاني ايه? السؤال الثاني يا شيخ انا كان لها واحدة صاحبتي بتخش عندي الشقة وبتيجي وكده. وانا بحط المفاتيح وانا بابي الشقة. وهي سرقت المفاتيح من ورايا. وابيتيجي الشقة وانت عرف انها مش موجودة بتيجي الشقة وتاخد فلوس وكده. فانا دلوقتي واجهتها وهي اعترفت لاني كانت كمرة وكده. فانا دلت لها ان انا اخد منك فلوس اللي اخدتيها. فده حرام علي. واخد منها لاني بسألة انا خدت منك انت خدت فلوس مش شقة دي. بتقول لي انا معرفش. وانا معرفش شقة دي. فانا دلاتي اخد بمئة تلاتين الف. ان انا معرفش الفلوس وتشاكت ايه? لابن انا بعمل جمعيات يا شيخ. طيب. وهي سرقت الفلوس دي. اجاوب بحضرتك. فده حرام علي. وانا مش قادر اكلمها ومخصمها وكده. فحرام برضو علي يا شيخ. اجاوب حضرتك انت كده بقى اربع اسئلة. اجاوب السؤال الاولاني. والدك مش حرام عليه انه ياخد الايجار بتاع البيت اللي هو ملكه. لانه له الحق انه هو يتصرف في ماله كيف ما شاء. فمش حرام عليه. الامر التاني حضرتك بتقولي الست اللي اخدت منك المال. بنقدر المال ده. وناخد منها المال اللي هي تستطيع ان هي اه تتذكر ان هي اخدته. لو التلاتين الف دولار انتم متراضيين وهي حاسة ان التلاتين الف دي تساوي ما اخذته. خلاص لو اخدت التلاتين الف ليس عليك اس. الامر التالت انت بتقولي ان هي اعترفت واعتذرت وكل شيء. فانت بتقولي انت زعلانة منها. هي فعلة الفعل. وستعوض هذا المال. اذا اردت ان انت تعودي اليها وتسامحيها. سيكون امرا حسنا. وربنا يكتب لحضرتك السواب. وان شاء الله يجعلك ان شاء الله من اهل المسامحة. ويعفو عنك ان شاء الله يوم القيامة.